إخوة وأخواتي اسمعنا هذه الأسئلة وبرحب بكل الأسئلة اللي ممكن تبعتها ولكن واحدة من الآيات الجوهرية في الكتاب المقدس في يحنى 3.16 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا الرسول يحنى عبر عن هذه الكلمات بطريقة لا يستوعبها العقل البشري قال انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفهم أحبائي محبة الله ظهرت من خلال عمل المسيح الكامل الكفاري على الصليب بموت النياب والبديل عنك وعني أخذ خطياك في جسده وعطاك بره حمل آثامنا حتى نقف أمام الله مبررين وكأننا لم نفعل خطيئة نعم هو أحبنا ولكن المشكلة الخطيئة الخطيئة هي الفاصلة صارت فاصلة فصلتنا عن الله الآب ولكن بتدبير الله الأزل الأبدي جاء يسوع المسيح في ملء الزمان وقدم نفسه فداء من أجلك ومن أجلي ليفتدي الذين تحت النموس واسمعنا اليوم لعنة النموس أنه ملعون كل من لا يعمل أعمال النموس بأعمال النموس لا يتبرر ذي جسد جاء المسيح وأخذ مكانك بديلا عنك حتى أنت وأنا نرفع أعيننا نحو الرب ونقول بكلمات بسيطة كما قالها العشار اللهم ارحمني أنا الخاطئ ونعلن توبتنا وتغيير فكرنا ونرجع للرب واثقين ومؤمنين بما فعلوا يسوع على الصليب نحط ثقتنا وإيماننا بيسوع المسيح ندعوه ونتوجه ربا وملكا على الحياة والكيان ونقبله مخلصا شخصيا لنا العملية ما بدها فلسفة قل له افتح عيني اكشف عن ذهني والرب لابد أن يتفاعل معك لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس فأنا بسلم من كل قلبي أنك اليوم تقبل يسوع المسيح وتسلم حياتك وإذا محتاج لمساعدة روحية فيك تتواصل معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر